نروح بسرعة للأخبار الأخرى يمكن هي مش كثيرة لأنه أو أخبار كثيرة لأنه خلاص المواسم في نهايتها يمكن عندنا خبر أو اتنين هنستعرضه مع حضراتكم عندنا أول خبر والمهم في الموضوع ده يتعلق بكرة اليد الرجال عندنا بطولة أبطال الكؤوس إن شاء الله الأفريقية لكرة اليد تعملت القرعة وتم الإعلان عن المجميع ويمكن نادي الأهلي سيشارك فيها من مصر وأيضا نادي الزمالك وجاء النادي أهلي على رأس المجموعة الأولى ومعها أنديت فاب الكاميروني وسيمن الكنغولي ودون بوسكو الإفواري وكيريكوس الأثيوبي نحن المجموعة التانية سيكون أيضا على رأسها نادي الزمالك ومعها أنديت جي اس كي من الكنغو الديمقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلرز الناجيري وفاورز البنيني ونيماني أو نيامي وطل النيجر يمكن البطولة دي هتبقى إن شاء الله تتلعب من 10 إلى 20 مايو اللي إحنا اللي جاي إن شاء الله وبالمناسبة نحن حامل لقب هذه البطولة من العام الماضي وبتبقى هي في النيجر يمكن بتبقى البطولة تتلعب في أفريقيا بتشهد بعض الصعوبات يمكن في السفر وأيضا الإقامة يعني تبقى متفائل إن شاء الله دائما متفائل ودايما سبورت الفرقنا وأنا أثق تماما في كل من يبتدي التشيرت الأحمر أنه بيقاتل الفوز والمكسب والخسارة بتاعت ربنا سبحانه كرة اليد يمزع على بعض جماهير النادي الأهلي أو معظم جماهير النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله يكون نثق إن شاء الله في إذن الله ودي المنشاط الرياضي الجديد كابت خاد العودي وهو زميل عزيز ومحب للنادي الأهلي وهو طبعا من أسرة كرة اليد وأكيد طبعا بالتنصيق مع مجلس الإدارة على رأسه كابتن حمود الخطيب والمزير العامل فاروق أكيد سيكون فيه تعقودات جديدة أكيد سيكون فيه أمور جديدة خلينا نشوف ويمكن نتنقل لخبر تاني مع كرة طائرة شباب مباراة الأهلي والزمالك في نهاية بطولة الجمهورية لكرة طائرة شباب والمدير الفني كابتن حسام شعراوي مدير فريق الشباب لكرة طائرة وهو أحد أساطير أو أحد نجوم كرة طائرة في النادي الأهلي عندنا مباراة مهمة المطش هتلاقي بإذن الله الساعة 11 على صارة استاد القاهرة الدولي واللي هيفوز بالمطش ده يتوق باللقب مهم جدا لأنه بيدي إنديكيشن مهم أو بيدي مؤشر الكرة الطائرة رايح على فين والمطش النهاردة بإذن الله وأكيد لو النتيجة خلصت وحنا على الهواء بس مش هتلحق لو خلصت أكيد هنقول إن شاء الله والجهاز الفني كان عامل محاضرات كالعادة لتحليل الأداء لفريق نادي الزمالك وإن شاء الله أنه توج باللقب